تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 520 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 250 طن مواد غدائية وتم ضبط أكثر من 17 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط أكثر من 221 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض أما في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط أكثر من 14 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 518 قضية من بينها 44 قضية خبز ناقص الوزن و 158 قضية خبز غير مطابق للمواصفات